وكانت مدينة برشلونة الإسبانية شهدت حادثين إرهابيين أوقع عشرات القتلى والمصابين إثرات تنفيذ عناصر عصابة داعش الإرهابية عملية دهس في منطقة لارنبالا وأخرى وقعت في منطقة كامبرلس الساحلية بعدها بساعات قليلة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية الثانية حتى اللحظة التقرير التالي والتفاصيل حافلة صغيرة عدد من السياح شارع لارنبالا هذه كانت أطراف المشهد الدامي للحادثة الإرهابية التي وقعت مساء الخميس في مدينة برشلونة الإسبانية والتي وقع على إثرها عشرات القتلى والمصابين هذه الحادثة والتي جاءت بعد سنوات على استقرار وهدوء عاشته المملكة الإسبانية منذ أن شن الانفصاليون الباسك سلسلة من الهجمات في إسبانيا عام 2009 حيث تبنت عصابة داعش الإرهابية هذا الهجوم والذي فرضت على إثره السلطات الإسبانية بشكل فوري طوقا أمنيا حول المنطقة المستهدفة في برشلونة تلاه مواجهات بالعيارات النارية بين شرطة كتالونيا ومركبة تقل خمسة إرهابيين مسلحين بعد تنفيذهم عملية دهس لعدد من المشات على أحد الشواطئ على بعد 120 كيلو متر جنوب غرب برشلونة ما أدى إلى مقتل الإرهابيين جميعهم بيد أن هذا الهجوم لم تتبناه أي جهة حتى اللحظة فيما بيّنت سلطات البلاد أن الهجوم الأخير مرتبط بحادث لارامبلا الذي سبقه بساعات قليلة مصدر قضائي إسباني مطلع على التحقيقات أشار إلى أن السلطات تعتقد أن ثمانية أشخاص شكلوا خلية نفذت هجوم برشلونة وخططت إلى استخدام استوانات غاز البوتان فيه وكانت إسبانيا قد شهدت في عام 2004 أسوأ اعتداء ارتكبه إرهابيون ينتمون لتنظيم القاعدة بتفجير قطارات في ضاحية مدريد أدت إلى سقوط 191 قتيلا هذان الحادثان الإرهابيان والذان أوقعا قتلى ومصابين من نحو 34 جنسية أثارا حفيظة العالم أجمع ما استدعى العديد من الدول إلى اتخاذ مزيد من التدابير الأمنية بشكل فوري لدرء أي خطر محتمل خاصة في الدول الأوروبية ذات الحدود المشتركة مع إسبانيا شكرا